الكورسات للأسف بتدمر مسيرتك في تعلم البرمجة حد سيقولي الكلام ده ازاي بحميد يعني زاي الكورسات اللي هي متعلمنا اصلا البرمجة تباها اللي بتدمر تعلمنا للبرمجة فموضوع غريب جدا والموضوع ده يعني مش جديد وفي ناس كتير وقعت فيه للأسف خلينا نشوف كده ايه تفاصيل الموضوع ده خلينا ندق في الاكشن على طول واهلا بيكون فيديو جديد وحلقة جديدة من يوميات مطور مواقع للأسف الموضوع ده بيقع فيه كتير جدا من الناس المبتدئة في مجال البرمجة الناس ده بتتشتت اولا بين الكورسات وبين المصادر كمان اللي تتعلم منها الكورسات دي ففي البداية خالص انت بتدأ تلاقي نفسك كده تحطيت قدام اختيارين انت مش فهمهم اللي هو CS50 او ان انت تمشي مع نفسك C++ فبالتاني انت هتبدأ تتشتت اول تشتت من هنا تاني تشتت طب CS50 اتعلمه من المصدر العربي ولا اتعلمه من المصدر الاصلي لي بالانجليزي وما الانجليزي بتاع مش قد كده ولا كمان اتعلم C++ من قناة X مثل او قناة Y او انزل مكان يدربني على اللغة دي فكون دي حاجات هتشتتك في البداية فيه تشتت حيكون نافع وفيه تشتت حيكون دور التشتت اللي بيكون نافع هو بين الكورسات نفسها ده مش عيب ان انت تشتت بين كذا كورس وتبدأ تسمع لأكتر من حد انصحك سواء بدي او بدي مع العلم ان انا انصحك بC++ من الاصل كده CS50 مش هيهينك بشكل احترافي قوي زي الناس اللي اتعلمت C++ من الاول كده عادي والجوريزمس وداتا استركشور وينج رودما باللي احنا عارفين وكل ده فبالتاني ده اول تشتت نافع اسمع عن ده واسمع عن ده واسمع عن ده واسمع عن ده وشوف انت في الاخر قلبك حيروح لحيد ايه ده حيكون الطريقة صحيني باسمع عن ده واسمع عن ده واسمع عن ده بس في الاخر لما ترسع على حاجة ارسع على حاجة واحدة بس ما تاخدش شوية CS50 وشوية C++ نفس الكلام لو انت بدأت تدخل في فريمورك مثلا اه اخترت بيتشي بي وبدأت تتعلم انت بتعلم سيمفوني ولا تعلم لاروفيل هتقعد تتعلم من هنا شوية او من هنا شوية او تدخل هنا شوية وبعد كده ترجع تاني انت كده بتبايع وقت وبتبدأ الكورسات اللي انت بتتعلمها ما يبقى لهاش اي قيمة تاني ده هيكون حاجة سلبية جدا لكن لو ان المصادر ده موضوع عادي فالس ان انت تختار بالمصدر والتاني وتانيتها وما تسمعش ان ان يقضي يقول لك الشفص ده ممتاز الشفص ده كويس لا عادي يعني انت ممكن ما ترتحش في الشفص ده فبمجرد session او two sessions او فيديو او فيديوين يعني ولقيت الدنيا مش ماشية معك ادي اشوف حد تاني وفي الاخر كده هنتعلم حاجة ان انت مش لازم تعتمد على مصدر واحد من الاطل فانت ممكن تغير بين المصادر وفيش اي مشكلة النقطة التانية اللي هنتكلم فيها واللي هي برضو مكملة للجزئية الاخيرة من النقطة الاولى وهي البرمجة اصلا تعتبر ايه؟ هل لازم امشي ورا الكورس خطوة خطوة وامشي step by step كده؟ واعمل كل اللي هو بيعمله بالضبط ولا لا؟ البرمجة للأسف يعني واللي الناس كتير اوطعها في الموضوع ده البرمجة fake لازم تكون بتفكر كويس عشان تعرف تنفذ الحاجة دي مش ان انت بقى بتتمشي ورا خطوة خطوة وكده لا خالص انت لازم تفكر انت عندك problem معينة دور بقى على مليون مصدر عشان تحن problem دي يبقى انت نازم تدور على المشكلة وتبدأ تدور على حلولها مش بتمشي كده من الساق ورا الكورس مباشر وخلاص الكلام ده بيكون في الاول خالص اه لغاية لما بتتعلم وده هيوجهنا النقطة تانية بعد شوية لكن حاليا كده البرمجة اللي هي في دماغك ان هي لازم انت تفكر كويس لازم انت تحل مع نفسك المشكلة ويش ان انت تعتمد على الحفظ ده في ناس كتير يقول لك انا مش عارف احفظ الكود مش عارف امشي ورا الكورس ان انا احفظ الكود لو انت هتمشي بالطريقة دي يبقى الكورس ده هيدمر لك مسيحتك مش هيحصل لك الوضع او هيزود من معلوماتك شيء ثالث نقطة ودي فيها خلاف مع ناس كتير ان هي برضو هانا لما بعد اتفرج على الناس بس او اشوف كورس معين انا كده ما باستفادش حاجة من الاصل هو انت ما بتستفادش في حالة واحدة بس ان انت ما بتطبقش وما بتجربش ورا الكورس ده يعني انا عن انتك دلوقتي اسملكت كويري مثلا يعني عن انتك اسملكت اول فروم كذا وير كذا انت ما تقعدش تكررها هي هي او تحاول تحفظها لا انا عايزك تسيلكت مثلا من جدول تاني تبدأ بعد كده تغير في الوير اكبر من اصغر من تبدأ التعامل مع الوير ده على سبيل المثال تبق ده بقى في كل حاجة لما تديك حاجة معلومة او فوقشة معينة او حاجة ما تنشيش وراها حرفية لما انا مثلا في كورس ادفانس دلارف الابديتك البيمينتز او طريقة الدفع بالبيبال لا انا عايزك تجرب بالبيموب عايز اجرب بالسكريل جرب باي اي باي يكون متاح نيك حتى الساند بوكس بتاعه او النسخة التجربية بتاعته جرب وغلط واسأل وتعلم هتلاقي نفسك بالشكل ده قدرت ان تستفاد من الكورس اقصى استفادة مش مجرد ان انت تفرجت عليه وطبقته والدنيا زي الفل لكن لو حد قال لك لا ما عايز تانية متعرفش تعمل اي حاجة وبرده في النقطة دي اوعى تفكر لما تاخد الكورس معين او حاجة تدور كل حاجة على السورس كود هو السورس كود ابي يساعد معاك ان شغله كده بس دور في الاساس ايه اللي بيتكتب ده ما تدورش ان انا اه عاجبني الكود ده حاغده هدور عن ايه هسأله عن ايه هطلبه منه الانستركتور بتاعك او كده وتقول لانا حافظ نسخة من الكود ده وانا كده بيتزال فل ارمال الاكواد دي عام مش رحتاج حاجة تانية لا انت لازم تبعارف هو ايه اللي تعمل بالضبط وتعمل ايه وكل التفاصيل دي عشان لما تواجهك اي تغييرة كده في النص تبعارف ان انت هتغير ايه بالضبط او هتعدل ايه في الكود ده او هتبني كود شبيه ليه من الاساس ازاي رابع نقطة معانا وهي الفرق بين المعرفة والتطبيق والممارسة في فروق بين التلاتة دول المعرفة هي اول ما انت بتاخد الكورس بتتصرج على الفيديو فقط انت كده بقى عندك معرفة بالشيء ده بقيت عارف ان في حاجة بتعمل كذا في حاجة بتعمل كذا الكلام ده كله لكن عشان تحترف الكورس او تبدأ تستفيد منه لازم تبدأ تمارس الكود ده او تمارس الحاجة اللي انت تعلمتها ده على فكرة في اي حاجة حتى لو بتتعلم انجلش لغة ما بتتعلمش خلص برمجة بردو كونك قاعد تسمع الانستركتور عمان يشرح حاجات وخلاص وقال ومش عارف ووز ووير والحاجات ده قد نزان فون لكن كونك ما تكلمتش محب المحادثات ده بالانجلش انت كده ما مرستش اللغة وبالتاني بعد اسبوع واحد هتكون اصلا الناس اللي تقان ده وحتنسك كل حاجة تماما فهي ده النقطة اللي بتخلي الكورس بردو ويكونش لي لازمة لو انت ما تطبقتش ومارست وراء الكورس ده انت بتقول اه انت خلصت مع اي مكان خلصت معي كل الكورس شفت مية وعشرين فيديو يا جدعد انا شايفت ميتين فيديو للحاجة انا كده بقيت متعلمه مية مية او حتى نزلت مركز تدفيق واقلت كل ان انت بتعمل وقت تتفرق بس وكده كده حيديك الشهادة في الاخر يعني مش حيمنعها منك ممكن او حاجة يقلل لك الدرجة بس لو انت متفرق بس انت هتاخد كل حاجة وحتاخد الكورس وكلك بس ده برضو في الاخر مش حيساوي حاجة دي حترجعنا للنقطة ان فاتت نازم الممارسة نازم تطبق الكود بايدك وتغير فيه بايدك لازم تلعب في الكود لغاية لما تطلع الغلطة فين لازم تتتعلم وتغلط اعمل بنزال اللي اصل اي اي بيتعلم به فحله يعني كبه نقدمين مش هنتعلم به واخر نقطة معنا هي ان الكورسات عبارة عن اول خطوة بس يعني برضو لو انت خدت كورس معي وخلصته حتى بالممارسة وكله انت كده ما بقيتش حاجة في اللغة دي او في اللجان اللي انت تعلمته ده ولا حاجة انت كده خدت بوينت واندس لو معاك الشهادة جامعية حتبقى يعني في بتاعك انت نقطتين وممكن واحد غيرك يقدم معاه عشر نقط لو عايزت اعرف بقى ايه النقط ان باقية استنى الفيديو اللي جاي ان شاء الله هنقول ايه هي صعوبة سوء العمل وازاي تنقي شواله ايه اسباب رفضك للوظيفة البرمجية او ان انت تقدم وما تلاقي الشوط هنعرف كل التفاصيل دي وازاي بعد مرحلة الكورسات تبدأ تعمل قوي بقى وبس ده كان فيديو الارضة اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم ووقفتكم لو عجبك ما تنساش تجديني احلى لايك وما تنساش تشوف الحلقات والحكاة والكورسات الفاتد استنت حلقات والحكاة والكورسات اللي جاء وانزل اشترك في القناة عشان ووصلك كل جديد وعشان ما تبقاش من الهواء